بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء حلقة النهاردة هي حلقة يوم السابق حلقة أصحاب السعادة المقبلين على الزواج وكمان المقبلين على تجديد الزواج والنهاردة هنتكلم زي ما تعودنا من فترة إن احنا نتكلم عن المهارات الزوجية وده مبحث مهم جداً مش مبحث دي جزء من حياتنا مهم جداً جداً يتعلق بالزواج النهاردة هنتكلم عن حاجة كتير بنسمعها بنسمع المثل اللي بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه بس هل ده المثل ده صحيح؟ أنا طبعاً أنا أكتر حاجة اللي ممكن تستفزيني لما حد يتكلم عن الجواز إنه يتجاوز عشان يربي حد أو يتجاوز عشان يعود حد ليه طيب؟ لأنه معنى كده إنه هو بيفقده إرادته فبالنسبة للأولاد في التربية في الأسرة هي الأساس اللي بتخلي الأولاد يطلعوا أشخاص قيميين ومتزنين الناس عندهم قيم وعندهم اتزان إنما بالنسبة للزوج فالمقصود هنا لو عايزين نخلي المثل صحيح مش إن جوزك على ما تعوديه بمعنى إن جوزك تحطي له نظام ويمشي عليه ده مش معنى صحيح ولكن جوزك على ما تعوديه يعني جوزك على ما تعشريه زي ما بتتعشروا مع بعض هيطلع المسألة دي لما ينفعش نعمل الزوج زي الأبناء وكأنه طفل بس كبير شوية إحنا كده ممكن نبوزل علاقة اللي بينه عشان كده نعمل إيه؟ يبقى علاقة المسألة بحالتنا إنه إحنا محتاجين شوية إنه إحنا نعيش مع بعض طيب لما نعيش مع بعض يحصل إيه؟ لما عيشنا مع بعض بوعي وبتركيز وباستخدام المهارة اللي احنا متكلم عنها النهاردة هيبقى طريقنا من التوافق إلى السعادة طريق مفتوح ومليء بالورود إيه المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة؟ هي مهارة الصداقة الزوجية مهارة الصداقة الزوجية هي مهارة مهمة جدا مهارة مهمة جدا ليه؟ لإن كل اللي احنا محتاجينه اللي ممكن يتوفر في مسألة معنى الحب الحقيقي اللي هو الأمان والاهتمام والاحترام والتأدير بيتوفر وبتحقق لو عيشنا مع بعض بمهارة السعادة الزوجية يعني لو عيشنا مع بعض بمهارة الصداقة الزوجية هنبص نلاقي من الطبيعي إن أنا ببقى حاسس بالأمان مع الصديق من الطبيعي إن أنا أحس كمان إن إحنا بشكل واضح حاسس إن أنا صديقي مهتم به وعشان كده الأولاد لما بيرقوش اهتمام بيروحوا ويعودوا مع أصدقائهم من الطبيعي كمان لو أنا عندي مهارة السعادة الزوجية هلاقي بشكل واضح جدا جدا احترام وهلاقي كمان بشكل واضح تأدير ساعتها يبقى معارة السعادة الزوجية بتحقق لنا كل اللي إحنا محتاجينه عشان نوصل للحب بس ده بيجي مع الوقت ما بيحصلش في لحظة وعشان كده ده المشترك ما بين المثل وما بين المهارة النهاردة ايه المشترك؟ إن احنا محتاجين وقت وعشان كده مهارة النهاردة بتيجي بالعشرة بتيجي بالتعود بتيجي بالتركيز بتيجي بشوية حاجات مهمة جدا جدا وعشان كده مهارة الصداقة الزوجية شوفوا حتى أنا حاسس كل ما بجأتكلم عن مهارة الصداقة الزوجية يجي في بزهن على طول في زهن السعادة الزوجية ومهارة دي تعني إن الواحد عنده قدرة على إنه يبني علاقة شديدة وقوية ومتينة وتتحمل الصعاب ما بين الزوجين والمهارة دي بالذات هي مهارة أساسية عشان تنشئ زواج صحي صحي يعني سالم من العوب وسعيد واصل للمقصد اللي احنا من أجل بنتجوز الجواز لازم يبقى صحي وسعيد الصداقة الزوجية بتساعدنا على ذا الصداقة دايما احنا عارفين انه ما بتبقاش من طرف واحد ولو من طرف واحد يبقى ما ما بقاش أصدقاء لكن لازم الأصدقاء يبنوا الصداقة دي مع بعض انهم يبقوا أصدقاء والصديق من أهم تعريفاته ومن أهم الكلام عنه الشخص اللي بيصدقك في كل شيء فهو معنى أعلى بكتير من الزمالة أعلى بكتير من الصحبة حتى لأنه ممكن واحد بيصحبك بس ليش صديق فممكن يكون مقصود بيها الصحبة بس احنا أصدين انه ما تبقاش الزمالة ولا الصحبة في المكان والزمان احنا أصدين الصداقة أصدين المعنى اللي كان مبين عند حضرة النبي لما حصل مع السيدة خديجة عليه السلام ومش دروري ان واحد يختار الناس اللي تصحبه في مكان معين لكن أكيد هو بيختار أصدقائه وبيختار أصدقائه بعناية وبيختار أصدقائه لأنه بيبقوا مريته بيختار أصدقائه لأنهم أمانه بيختار أصدقائه لأنه قدل يسند عليهم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لما قالنا المرء على ديني خليلي كان أصد هذا المعنى العميق ولأن المعنى ده عميق قد المعنى الصداقة كان مناسب لمعنى الزواجي اللي هو أعمق علاقة موجودة عندنا في حياته بل أقدم علاقة إنسانية حتى قبل الأمومة والأبوه لأن سيدنا آدم وستين حوة اتبانت العلاقة بينهم مع العلاقة الزواجية وعشان كده كان بداية العلاقة في الإنسانية هي بداية العلاقة الزواج وعاشوا أصدقاء واستشارها ونصحته ولذلك الصداقة يا سيدة بين الزوجين الصداقة بتخلي العلاقة تتأسس على بنية تستطيع أن تتحمل تغيرات الحياة وعشان كده عايز تعرف أي بيت هو بيت حقيقي عايش في السعادة الزوجية شوفوا هو عايشين بالصداقة ولا لا شكرا